أهلا بيكو يا صحابي وصحباتي دلوقتي البلون هيخدنا وينطير لمغامرة جديدة مع يحيا وكنوز والسينو في مصر القديمة يلا بينا نشوف ملك يا سينو وقف لوحدك ليه؟ أبدا يا يحيا زهقان شوية من ايه يا سينو؟ مش احنا رحنا سوى القهرامات ودخلنا السينما وعجبتك ورحنا برج القاهرة كمان زهقان من ايه بقى؟ بعدين قل لنا الصراحة انت زهقان ولا جعان أنا بتكلم بجد يا أولاد الحياة هنا حلوة وجميلة بس يا يحيا فاكر المغامرات اللي كنا بنعملها والحملات العسكرية اللي رحناها سوى في العالم الأديم يا سينو احنا دلوقتي دولة مستقلة ومستقرة وقوية معقول ما فيش أعداء لجمت على قصدي مصر في العصر الحديث فيه طبعا يحيا يقصد ان حتى الأعداء دول بنقدر بجيشنا نسيطر عليهم ونهزمهم طب قولولي كده ايه أشهر حروب أو حجمات حربية قام بيها جيش مصر في العصر ته الجيش المصري يا سينو هدفه الأول هو حماية الحدود وعمره ما بدأ بالهجوم بس لو عاوز تعرف أشهر حرب في عصرنا الحالي هي حرب أكتوبر طبعا حرب أكتوبر يا سينو هي الحرب اللي قدر فيها الجيش من خلال جنوده المخلصين والشهداء اللي قدمهم يرجع أرض الفيروس في زمنك واللي هي سينة دلوقتي المصري من تاني يا السلام من آلاف السنين وشعب كمت أو زي ما بتقوله المصريين يعني عمرهم ما بيسيبوا حقهم أبدا انتو عارفين يا ولاد ان ملوكه حكام مصري القديمة قاموا بحروب وحملات عسكرية كتير قوي من عصر ما قبل الأسرات وبعده الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة ايه رأيكم كل واحد فيكم يقولي أكتر حرب فكيرها من حروب ملوك مصر القديمة وأنا بعدها هقول لكم الحكاية من الأول موافقين يا سينو أنا أنا هبدأ هحكي لكم عن ترد الهكسوس من كمت الحكاية بدأت من قبل وجود أحمص في حكم كمت لما استقبل والده الملك سقن راع وهو ملك من ملوك الأسرة السبعتاشر وحاكم البلاد وقتها رسالة من حاكم الهكسوس بتقوله يسكت أفرص النهر في طيبة عشان يعرف ينام رسالة معناها ان حاكم الهكسوس بيهدد سقن راع بيقوله نعارف كويس انك بتحضر عشان الحرب لكن خلي بالك أنا الأقوى واجه الهكسوس بكل شجاعة لكن للأسف مات في معركة من المعارك ضدهم وعشان كده يا كنوز بنقول ان السقن راع هو أول ملك يستشهد عشان أرضه وبلاده وشعبه بس المقاومة ما وقفتش بعد وفاة الملك سقن راع بالعكس كامس ابنه والأخ الأكبر لأحمص كمل المصيرة ضدهم لحد ما هو كمان مات مش بس الرجالة اللي بتضحي في الحروب السيدات كمان ليهم دور كبير وده اللي عملته إياه حطب زوجة سقن راع وأم كامس وأحمص بعد وفاة زوجها وابنها ما خافتش ولا قالت خلاص كده هنستسلم بالعكس شجعت ابنها أحمص على تولي الحكم وانه يكمل اللي بدأوا الملوك اللي قابله وبيقدر فعلا يطردهم من حدود كيمت عشان يخلد اللي عمله آلاف السنين قولي لا إنت بقى يا يحياء حتحكي لنا عن إيه معركة مجده كانت في عهد الملك تحطمس الثالث وهو من ملوك الأسرة الثمنتاشر تحطمس الثالث عرف عن طريق رجالته إن في 330 أمير من منطقة مجده على الحدود الشرقية الكيمت عاوزين يهجموه ويدمرو أرضه ويبعدوه عن الحكم وياخدو كل ممتلكات كيمت الملك فعلا قرر يخرج في حملة عسكرية كبيرة عشان يحاربهم وكان قدامه ثلاث طرق ممكن يوصل منهم طريقين وسعين والطريق الثالث كان ديق وصعب الجنود تمشي فيه الملك احتار وسأل جنوده تفتكره نمشي من أنهي طريق أكيد طريق من الطريقين الوسعين عشان يوصل أسرع وده كان نفس رأي جنود الملك لكن لما هو فكر قال إن ده هيكون برضو نفس تفكير أعداؤه عشان كده قرر يوصل من الطريق الديق لأنه مش هيكون جيه على بالهم أبدا خطة الملك نجحت وقدر يهزم أعداؤه ويحقق انتصار عظيم الملك ميناء في حرب التوحيد اللي قام فعلا بيها كان معاه قوات حربت معاه لحد ما انتصر وحقق هدفه لكن شكل الجيش النظامي اللي موجود دلوقتي ما ظهرش غير مع بداية الأسرة السادسة وتحديدا في عصر الملك بيبي الأول بعد تكليفه لموظف عنده اسمه ويني بالتحرك لمنع التهديدات الحدودية وقتها جند وقتها ويني عدد من الأفراد وقام بخمس حملات عسكرية في البر والبحر وخاصر العدو والقضى عليه بعد ما رجع كتب ويني عن رحلته ووسيقة وقدمها للملك وقال ان الجيش رجع منتصر وسالم لأن جندي كيمت ما دخلش قرية وسرقها ولا تطاول على عابر سبيل وأخذ منه طعامه وشرابه وكان بيحارب بشرف كلمات نقدر نقول انها أول وثيقة للعقيدة العسكرية لجيش كيمت العقيدة دي مستمرة لحد دلوقت يا سينو عندي ليك مفاجأة مش انت عاوز مغامرة؟ أنا بقى هاعلمك لعبة جديدة على البلايستيشن كلها حروب ومغامرات بس مش هعرف بقى هتعرف تعديها ولا لأ؟ طبعا هاعرف ده أنا سينو العجيب يلا بينا خدوني معاكو خدوني معاكو وبعد ما شفنا المعلومات اللي تقالت في حلقة النهار دا قلولي بقى ايه رأيكم يا أصحابي؟ هاي لازم نعرف ان كل ملك كان بيتولى أمور الحكم عشان عايز جيشه يبقى قاقوى هي ايه أشهر؟ معركة حصلت في مصر القديمة هحكيلكو عن معركة قادش اللي قدر فيها رامسيس الثاني يتغلب على جيش الحيثيين خرج الملك رامسيس الثاني وهو معي أربع كتائب وفي الطريق اتعرض لخدعة من جواسيس كانوا مرقبينه وبعدين عمل ايه؟ قعد يفكر 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 لغاية ما اكتشف اللعب اللي عاملينه عليه وفي الآخر قدر ينتصر عليهم وبكده خلصت حكايتنا استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة اشتركوا في القناة